انه في كلام السنة جاي انه ريال ادارت ريال عايزة كيليا نيمبابي وعايزة هالند من بي از جي ومن السيتي هي بصع يعني الاتنين مع بعض خلينا نتفعل الاتنين مع بعض صعب ولكن ريال مدريد حاليا اولوية المركات والصيفي للمبابي لحد ما يتحسم امره لان انت ممكن فجأة في وسط كل اللي بيحصل ده يعني تتفاجئ ان نيمبابي جدد عهده تاني مع بريس سان جيرمان وحتى كانت طلعت اخبار الاسبوع الماضي انه هيستمع للعرض الجديد شغلنا اتقررت وتعادت كتير وبقت سخيفة يعني حتى ما بقاش الناس تتشد ليها اوي زي الاول لان انت مركاته في مركاته في مركاته مستني وما فيش حاجة بتتغير وهو كمان هناك بيضغطوا عليه جامد جدا بداية من ممثلين في الدولة الفرنسية نفسها رئيس فرنسا نفسه يعني بالضبط فهم عايزين يبقوا عليه داخل فرنسا فهو لو قدر يقصر الحتة دي وينتقل لاسبانيا يروح في حتة تانية خد بالك برضو يعني انا ما اعتقدش يعني طبعا في جزء من عقلية اللعيبة في العالم كلها اتفأت انها عقلية احترافية او عقلية بسيطة هدفه النجاح هدفه الشهرة هدفه المادة ما حدش يختلف على هذا طبعا لكن في وقت من الاوقات بعد ان اتحقق الشهرة ومن افضل لعيبة العالم وبعد ان اتحقق المادة وحقق كسر العالم كمان بدأ هدفك انك انت تكتب تاريخ يعني واعتقد انه فرص مبابي في بي اش جي تختلف تماما عن فرصه في ريال مادريد من ناحية الالقاب والبطولات والتاريخ هو كريستيانو رونالدو خدمنا في الحتة دي لما الف التصريح بتاع الحفلة اللي كانت ديرجست اللي اقيمت في الامارات لما طلع هاجم الدور الفرنسي وقال ان دور ضعيف جدا والدور السعودي اقوى من دور الفرنسي فيمكن تكون دي شجعت مبابيشوه انه يمشي لانه يحب كريستيانو يعني بيقول انه مسألو الاعلى بمناسبة لانتخالاته قبل ما يدخل على كاس الامم في كلام انه في عرض تجدد بعد ما كانت عرض على